أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اللهم اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسي السمابات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة البثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خافية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعو يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى تعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العذام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لي يتمئن قلبي قال فخذ أربعة من القير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله كمسل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مية حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أنوالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفمان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهد القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أنوالهم ابتغاء مرغات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنت بربوة أصابها أصابها بابل فآتت أكلها زعفين فإن لم يصبها بابل فطل والله بما تعملون بصير ايبدو أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله زرية زوفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآفزيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسي عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فني عماه وإن تخفوها وتؤطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتضاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موذة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنزرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو وعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل بليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترجعون من الشهداء أن تزل إحداهما فتذكروا إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصة عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حازرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولة فإن أمن بعضكم بعضا فليود لزئت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السمابات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأتعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسمت وعليها ما اكتسمت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقاقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إناه إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ما أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ما أنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو ثقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصمركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيبوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأميله وما يعلم تأميله إلا الله والراسفون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار فدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فيتين التقطا فيت تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهبات من النساء والبنين والقناتين المقنطرة من الذهب والفغوة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج متحرة وأزواج متحرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقست لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تبلوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسل من الناس فمشرهم بيداب أليم أولئك الذين حبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكوا بينهم ثم يتملا فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤدي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محظرا وما عملت من سوء تمد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله روف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أتيوا الله والرسول فإن تبلوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من باغه والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني ندرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وزعتها قالت ربي إني وزعتها أنثى والله أعلم بما ووعد وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبلي من لدنك ذريتا طيبة إنك سميع الضعا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس سلاسة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم أن الله استفاك وطهرك واستفاك على نساء العالمين يا مريم قنطي لربك مسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبري الأكمح والأبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعضا الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله اختبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافيك إليه تهيرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مسل عيسى عند الله كمسل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندو أبناء نا وأبناء كم ونساء نا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تبلوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سبائم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من ذول الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأن نسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت النورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هاتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصر عنيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن الطائفة من أهل الكتاب لو يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ما أنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباتن وتكتمون الحق ما أنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا منذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار مكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبيدينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوطيتم أو يحاج عند ربكم قل إن الفور بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفول العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأموه بقنتار يؤده إليه ومن هم من إن تأمنه بدينا لله يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم سمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينزر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصر قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قالوا أقررنا فإن شئ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تبلى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبون وله أسلما في السماوات والأرض توعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسمات وما أوتي موسى وعيسى والنبيون والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم والوالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم واللون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض زهما ولم افتدا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين اشتركوا في القناة